أرملة صالحة قامت بتربية ورعاية ابنها الصغير بعد وفاة والده وهو في السادسة من عمره فعملت خادمة في البيوت حتى تستطيع أن تنفق عليه وتعلم حتى أصبح شاباً وأنهى دراسته الجامعية وكان حافظاً لجميلها وباراً بها وبعد تخرجه وتفوقه جاءته بعثة إلى الخارج فودع أمه والدموع تملأ عينيها وهي توصيه قائلة انتبه يا بني على نفسك ولا تقطع عني أخبارك كن دائماً على اتصال بي حتى أطمئن على صحتك ولا تنسني فقال لها الابن مبتسماً كيف أنساك يا أمي وقد أوصاني الله بك وكذلك أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الجنة تحت أقدام الأمهات وقوله أيضاً رضى الرب في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما اطمئنت الأم وسافر الإبن وأكمل تعليمه وعاد بعد مضي زمن طويل استقبلته أمه بفرحة كبيرة خاصة بعدما علمت بحصوله على وظيفة عالية وكانت الأم قد اختارت له فتاة صالحة على خلق ودين وتحفظ كتاب الله ولكنه اعتذر لأمه وأخبرها أنه قد اتفق مع أحد أصدقائه في القربة على الزواج من أخته المثقفة الغنية الجميلة فلم تعترض الأم وتمنت له السعادة وبعد شهور قليلة تم تحديد موعد حفل الزفاف وفي أفخم القاعات جلس الابن بجانب العروس ونادى على أمه كي تسلم على العروس التي لم تشاهدها سوى مرة واحدة فأقبلت الأم بفرحة كبيرة واحتضنت زوجة ابنها بحرارة كبيرة ولكنها فوجئت بالعروس تصرخ في وجهها أمام الجميع وتقول لها لقد أتلفت فستان الزفاف وزينتي ثم قالت لزوجها كيف تكون هذه أمك هيا أنزلها وأبعدها عن هنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقف الزوج في ذهول شديد ثم أمسك بأمه وأخذ جهاز مكبر الصوت وقال للحاضرين ماذا أفعل بأمي لأرضي زوجتي؟ من يشتري أمي؟ ورددها ثلاث مرات فذهل الحاضرون من كلامه الذي قاله بدموع عينيه ثم خلع خاتم الزواج وألقى به عند قدمي زوجته وقال أنا أشتري أمي والتفت إلى عروسه معلنا طلاقه منها ثم أخذ أمه وعاد بها إلى بيتهما وفي الصباح كانت كل منطقته علمت بما حدث فجاءه رجل صالح وقال له لبرك بأمك فلن أجد رجلا أفضل منك لابنتي ففرحت الأم كثيرا وقالت لابنها هذا والد الفتاة التي اخترتها لك إنها هدية من الله تستحقها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما عائشة فتاة مستهترة مدمنة للنت ولغرف الدردشة وكانت تتحدث مع الجميع في مواضيع تافها وذات يوم تعرفت على فتاة من أمريكا اسمها ليزا متزوجة ولها ولد وعندما أخبرتها بأن اسمها عائشة وجدتها تطير من الفرح وتقول لها إذن أنت مسلمة لا أصدق أريد أن أعرف عن الإسلام الكثير أرجوك لا تتركيني كما تركني آخرون لدي آلاف الأسئلة التي أود أن أسألها قالت عائشة في نفسها يا لها من تعيسة تطلب الإسلام من أبعد واحدة عنه ولكنها شعرت بها حقا لأول مرة في حياتها تعيش لحظة تهتم فيها بأمر دينها ولعدم قدرتها على الإجابة طلبت منها أن تنتظرها لدقائق ثم دخلت عائشة على مواقع إسلامية وظلت تبحث عن كل سؤال تسأله ليزا حتى نجحت في الإجابة على معظم الأسئلة وعندما سألتها عن السيدة عائشة لم تعرف إجابة وقالت لها انتظريني أياما وسأرسل لك كتبا عن الإسلام بالبريد وفي الصباح ذهبت عائشة للمكتبة واشترت لها كتابان ومصحفة وقرأتهم قبل ليزا حيث كانت طريقة في الإنجليزية فشعرت بأن هذا الدين عظيم وأرسلت المجموعة بالبريد الدولي السريع ووصلت الكتب إلى ليزا وقرأتهم ثم قالت عن طريق سماعة الصوت هذا ما كنت أريد كيف أدخل في الإسلام لم تصدق عائشة ما تقوله ليزا فبكت كثيرا وعندما سمعت بكاءها سألتها لماذا تبكي فقالت لها لأن ميلادي مع ميلادك اذهبي واغتسدي ورددي بعض الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومعناها أنه لا يوجد إله غير الله في الكون وأن محمد رسول الله وظلت عائشة تشرح ولا تعلم كيف أتت بهذه المعاني العظيمة التي ترددها لأول مرة وسعدت كثيرا عندما قالت لها ليزا الآن وجدت حياتي لقد كنت محطمة وحاولت الانتحار خمس مرات وكان زوجي ينقذني ولكني الآن أشعر بسعادة غامرة وأشعر بأني وجدت نفسي لقد ولدت هذه الليلة فقالت لها عائشة وأنا كذلك ولدت من جديد لقد كنت مسلمة بالاسم فقط فقالت لها ليزا الآن فهمت معنى قولك ميلادي مع ميلادك ثم أخبرتها من تكون السيدة عائشة لقد أخبرتها من كانت سببا في إسلامها وبعض يومين أخبرتها ليزا بإسلام زوجها وتسمية ابنهما محمد وأنها غيرت اسمها لعائشة فبكت بكاء شديدة لأنها لم تكن تحلم أن تكون سببا في إسلام ثلاثة أنفس يأتون يوم القيامة في ميزان حسناتها فحمدت الله كثيرا وقرأت وتعلمت وفهمت كل شيء عن الإسلام وتحولت من البحث عن التفاهة إلى البحث عن كل من يريد الإسلام حتى أسلم على يديها الكثير ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين